السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المساء اليمني رمضان آخر في ظل أوضاع صعبة يعيشها اليمنيون انهيار الدولة ومؤسساتها منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على البلاد في العام 2014 خلف فراغا خطيرا لم تستطع كل المحاولات معالجته توقف صرف مرتبات الموظفين منذ سنوات وإغلاق الكثير من المؤسسات الخاصة ترك خلفه مئات الآلاف من الموظفين في أوضاع صعبة وإذا كان هؤلاء يعينون مئات الآلاف من الأسر فإننا أمام كارثة لا يمكن معالجتها بسهولة تظهر سيئات الحرب وتأثيراتها بصورة أكبر على اليمنيين في رمضان ولهذا يبدو الشهر الفضيل منذ سنوات وكأنه تذكير بمدى سوء حال اليمنيين والحاجة إلى إنهاء هذا الوضع القائم واستعادة حياتهم الطبيعية فيما غابت عن وجوه اليمنيين فرحت استقبال الشهر ولم تعد الحياة كما كانت عليه قبل الحرب لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فالانهيار الاقتصادي المترافق مع استمرار الحرب ألقى بظلاله السيئة على أوضاع المواطنين وبقي ملف الطرق المغلقة واحدا من أكثر التبعات الإنسانية تأثيرا مع ما تجره خلفها من تبعات كارتفاع الأسعار أسعار المواد الغذائية أما النزوح والتشرد وارتفاع نسب البطالة فأوجاع أخرى تضاف لسلسلة المعاناة فكيف يستقبل اليمنيون رمضانهم مع دخول البلاد معترك حلول مسدودة ولماذا يموت الناس جوعا في بلد مليء بالثروات الطبيعية وهل اليمن على موعد مع حل سياسي جديد يلوح في الأفق ينهي هذه المعاناة كل ذلك وأكثر نناقشه في حلقة اليوم مع ضيوفي لكن بعد أن نتابع سويا مشاهدين هذا التقرير يذهب رمضان كشهر فضيل ويأتي آخر واليمني البسيط يفكر فقط في كيفية توفير أساسيات الحياة وإطعام أسرته ما يجعله شهر للمعاناة ككل شهور العام في البلاد حال اليمنيين في ظل الحرب بات كارثيا بعد نحو عشر سنوات من نزاع انطلق بعد سطرة ميليشيا الحوثي على صنعاء في 2014 ليتركز مشهد الفقر والجوع والدمار أكثر يتساءل اليمنيون عن مهية عودة الشهر الفضيل ومدى قدرتهم على الفرح بقدومه وهم ببطون خاوية وجيوب مهترئة هم تقيل لا يقوى عليه أعتى الرجال واستردفاع غير مسبوق في الأسعار جراء تراجع قيمة العملة المحلية وتناقص كبير في حجم المساعدات الإغاثية تشير التقديرات إلى أن أكثر من 17 ملايين شخص في اليمن من أصل 35 مليون يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2024 وذلك وفق تقدير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا اليمنيون يستقبلون رمضانهم العاشر دون أفق لحل الصراع في البلد رغم حالة التهدئة في جبهة القتال إلا أن أوضاعهم تزداد سوءاً بسبب تراجع العملة وانتشار الفقر وتوقف تصدير النفط وأزمة البحر الأحمر وهجمات ميليشيا الحوثي على السفن إضافة إلى عدم تحقق السلام وفتح الطرق بشكل كامل وهو الأمر الذي يعد المحرك الرئيسي لإعادة فرحة اليمنيين وخاصة في رمضان رمضان هذا العام يحل على المواطنين بشكل أصعب مما كان عليه في أي وقت مضى أما من نزحوا فلديهم قصة أخرى من المعاناة أكثر من غيرهم وهم يفترشون الخيام والعراء ويسدون رماق جوعهم بالفتات في وضع اقتصادي هش انعكس على الجوانب المعيشية وتسبب في تدني القدرة الشرائية مرحبا بكم مجددا مشاهدينا وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة سيكون معنا من تعز الصحفي عبدالواسع الفاتكي عبر الأقمار الصناعية وسيكون معنا أيضا سيد سليم خالد مدير مركز قرار لأدراسات الإنسانية أيضا سيكون معنا من مأرب وسيكون معنا من اسطنبول عبر سكايب الباحث في الشؤون الاقتصادية سيد حسام السعيدي مرحبا بكم ضيوفي وأبدأ مع ضيفي سيد عبدالواسع الفاتكي سيد عبدالواسع مرحبا بك ومساء الخير وشهر مبارك عليك وعلى الشعب اليمني أهلا وسهلا بكم ومساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام وشهر كليم عليك وعلى ضيوف الكرام وعلى الشعب اليمني وعلى الأمة العربية والإسلامية أهلا بك سيد عبدالواسع يعود شهر رمضان هذا العام مع الكثير من المعاناة والأوجاع وأمل صغير جدا لدى المواطن بعودة السلام كيف تصف وضع اليمنيين اليوم مع استقبالهم لهذا الشهر الفضيل رمضان يستقبله اليمنيين بأوجاع ومزيد من المعاناة ومزيد من الحزن والألم يستقبل اليمنيون شهر رمضان بعناء ومزيد من الظروف والمعاناة الإنسانية والتدهور الاقتصادي الذي انعكس على كافة مناحي الحياة بنظر لوجوه اليمنيين ونحن نتقول في الشارع نقد أن هذه الوجوه يعلوها الحزن وتعلوها القتامة والهم وتلك المناظر التي اعتاد عليها اليمنيون في استقبال شهر رمضان اليمنيون اعتادوا بأن يستقبلوا الرمضان بالهازيق الشعبية ويعبروا عن ذلك أيضا بتزيين المنازل وقهات المنازل والشوارع يستعدون للاحتفاء بمقدم شهر رمضان الببارك منذ بداية شهر شعبان تشهد الأسواق اليمنية ازدحاما شديدا جدا يرتاد اليمنيون هذه الأسواق ليشتروا البضايع الأساسية والأثاث المنزل الجديد والأدوات المطبخ وبالتالي نلاحظ بأن هناك حركة رائعة في البيع والشراء هذه المناظر التي اعتاد على اليمنيون سابقا قبل الحرب لم تعد موجودة أصبح اليمنيا الآن يقفل عليه باب بيته وأولاده خشية أن يخرج الأولاد إلى الشارع ويعودون وعيونهم تمتلئ بالدمع وينظرون إلى أبائهم بحسرة الأولى بينما الأب اليمنيا تحاشى نظرة أبنائه بانكسار شديد نتيجة الظروف المادية الصعبة التي تحيط به من كل القانب في ظل تدهور العملة الوطنية التي تتدهور ما بين الساعة وبين الفينة والأخرى نلاحظ أن هناك تذبدو في الأسعار هناك اختلاف في الأسعار ليس فقط بين اليوم والآخر وإنما ما بين الدقيقة والدقيقة والساعة والسعب ومقرد أن تذهب إلى المحل أو لتشتري دقيقا أرزا نجد بأن التاجر يخرج الآلة الحاسبة ويحسب كم سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي أو الدولار وبالتالي تجد بأن سعر الصرف يختلف وبالتالي أسعار البضاع تختلف بالتالي هناك وضع إنساني مجري للغاية في ظل أن هناك أكثر من 17 مليون يمني على حافة المقاعة وفقا للتقارير التي نشرتها عدد من المنظمات الإنسانية وخاصة برنامج الغذاء العالمي وغيرها من المنظمات التي تتبنى تدخلات إنسانية طارئة نتيجة تقلص هذه المساعدات الإنسانية وأيضا مع العدام الخدمات وأيضا مع عدم قدر قابة على السوق الصرف وضحت الصورة سأعود إليك ونكمل الحديث سيد عبد الواسع سأعود إليك ونكمل الكثير من النقاط لكن أذهب لضيفي في محافظة مارب لأترحيب به سيد سليم خالد مدير مركز قرار للدراسات الإنسانية سيد خالد مرحبا بك ومساء الخير وشهر مبارك أهلا وسهلا بكم في استوديوهات المساء اليمني وتحية للزملاء جميعا في قناة بلقيس والضيوف الكرام ولشعبنا اليمني الحبيب ونقول لجميع شهر مبارك وكل عام وأنتم بخير وأنت بألف خير سيد سليم نحن نتابع خلال هذه اليومين استطلاعات تجريها الكثير من القنوات عن كيف يستقبل الناس الشهر الفضيل هناك استوقفني إحدى النساء وهي مواطنة يمنية في عمر أربعين سنة تتحدث لإحدى القنوات بأننا نستقبل رمضان بالقليل من الماء والخبز كيف تعلقنا على هذا الوضع؟ هو حقيقة يعني الحال الذي عليه الناس يغني عن الكثير من المقال الناس يستقبلون رمضان بأساو حزن واضح يعني على عيونهم وهي تتساءل يعني إلى أين المصير يعني من المؤسف أيضا أنه عائلة الأسرة رب الأسرة لا يستطيع أن يجد إجابات لكثير من الأسئلة التي يلمحوها بين ملامح أبنائه وفي عيونهم وهم ينظرون أو يترقبون شهر رمضان كما اعتاد اليمنيون أن يستقبلوا هذا الشهر الكريم بالفرحة بشراء المواد الغذائية بنوع من البهجة والفرحة وبالتالي الأسئلة التي لا يستطيع العائل أو رب الأسرة أن يجيب عليها أمام أبنائه أمام جيرانه تمثل وضعا مأساويا وفي الحقيقة أن الحال اليمنيين ما بين هذه الصورة وما بين الصور أخرى مثلا كالشتات والتمزق الأسر ما بين المحافظات مع صعوبة التقائها مع أن اليمنيين اعتادوا بشكل مستمر أو في كل عام أن الأسر تلتقي في رمضان وتصوم رمضان بشكل جماعي المغتربين كذلك في الغالب يعودون إلى منازلهم وإلى بيوتهم وقراءهم في شهر رمضان لكن الأوضاع سواء كانت الاقتصادية أو الأوضاع الأمنية وما ترتب عليها من تقطع الطرقات ومغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار كل هذا انعكس بشكل كبير على معيشة الناس وبدون شك أنه سينعكس بشكل كبير على شهر رمضان على الوضع الذي يعيشه الناس وعلى فرحة الناس بهذا الشهر الكريم على ما يمثله من رمزية اجتماعية ودينية كبيرة عند اليمنيين لكنهم يعيشونه بكل أمال وبكل تفاؤل بإذن الله تعالى نعم إذن تكرم بالبقاء معي وأذهب للترحيب بضيفي عبر سكايب سينضم لينا المحلل الاقتصادي سيد حسام السعيدي سيد حسام مرحبا بك ومساء الخير وشهر مبارك عليك مرحبا بك وشهر مبارك عليك وعلى سيد أهلا بك سيد حسام هذا العام شهر رمضان أتى وهناك الكثير من التطورات التي طرأت على الوضع اليمني منها ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع وأيضا تهاوي للاقتصاد وانهيار أيضا غير مسبوق للعملة الوطنية كيف هو حال البلاد مع هذا الوضع ومع قدوم هذا الشهر في حقيقة الحال البداية حاليا في عام 2014 هي ابتداد لعام 2013 وكان يمثل وفكة القراءة عاما سيئا على المستوى التصادي بشكل كبير ردا على اليمنيين ولذلك هذا امتداد للظروف القاسية ردا الظروف التي خلقها النزاع السياسي المستمر وأيضا الضغط على مصادر معيشة اليمنيين وخنق اليمنيين بشكل مستمر نتيجة إجراءات تعسفية مع الأسف قام بهذه الأعلاق الحوثيون ولذلك نرى الصورة الآن بشكل واضح أن استمرار المعاناة قائم وأن الأوضاع تزداد سواء بشكل مستمر مع الأسف بإمكاننا تتبع مثلا سعار الغذاء في اليمن هي في صعود مستمر مع الأسف وبالتالي أيضا في شهر رمضان لن يكون مختلفا بشكل كبير إضافة إلى ذلك هناك عب الموانئة الآن عب تصدير الغذاء الإشكالية ليست فقط في مدى إمكانية وجود الغذاء أو توفر ولكن أيضا في تكاليف وصوله إلى الداخل وأيضا إمكانية تكاليف أو ارتفاع أصلا تكاليف الغذاء أعفونا لأن الوقود وبالتالي أثرها أيضا على الغذاء إلى جانب الضغوط المستمرة في جانب الناقل وداخل البلاد عموما الإجراء الوضع الاقتصادي صعب وهو امتداد للسنوات السابقة لكن بشكل أساسي 2023 كان عاما سيئا على المستمرة الاقتصادي وبالتالي الآن نحن على امتداد أو بداية 2024 وما تزال الأوضاع كما هي الأوضاع الاقتصادية وربما هي في تزاد سوءا يوما في يوم ولذلك هذه الأمور من الطبيعي جدا أن يلمس المواطن صعوبة الحياة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية بسبب الحقيقة تآكل متخراته خلال سنوات الحرب السابقة والآن البقاء في وضع اقتصادي مكشوف غير قادر على مجابهة الظروف المعيشية الصعبة وأيضا ازدياد تكاليف الحياة بشكل مستمر والمعيشة بشكل عام نستطيع أن نقول أنه سواء في الشمال والجنوب والشرق والغرب تقريبا الظروف الاقتصادية نفسها خاصة أيضا في مراطة سيطرة الحوثين إلى حد ما مع توقف المساعدة الغذائية بشكل كبير هناك ملايين الجائعين أيضا تم صرف نصف مرتب فقط للمواطنين هناك تقريبا خلال ستة شكور فقط نصف مرتب للمعاملين في القطاع الحكومي وهو مبلغ تهفة بالنظر والقياس إلى الظروف الصعبة وارتفاع مستوى السعر طبعا وفقا لاستطلاع رأي جديد نشرة في الشهر السابق وجد أن 51% من السكان على مستوى اليمن ككل المشاركين في الاستبيان أوضحوا بأنهم غير قادرين على الحصول على غذاء كافي بعانا أن هناك نقص في مستوى الغذاء يواجهونه بشكل مستمر خلال الفترة السابقة وهذا طبعا يعطينا فكرة إذا عممنا النتيجة أن نصف السكان وهو عدد كبير جدا بحاجة إلى المساعدة للحصول على الغذاء الكافي لا نقول السلع الأخرى ولا نقول السلع الكمالية نحن نتحدث عن الغذاء يعني عن السلع الأساسية عن القمح وعن الزيت وعن السكر ولذلك إذا كان 50 أو 51% طبعا النسبة أعلى في بعض المناطق في بعض المحافظة عالية جدا وبعضها من خفضة لكن هذا يعني أننا نحن أمام وضع مأساوي مستمر منذ فترة لكنه مع الأساس يزاد السمتر هذا أمر معروف بأنه زيادة أمد الحرب بدون التوصل إلى اتفاق حقيقي ينهي الحرب ويضع آمل اليمنيين أو يضع الوضع الاقتصادي بالاعتبار يعني لا يمكن أن نتوقع أن يحصل تحسن في هذا طيب ابقى معي سيد حسام أعود لسيد عبد الواسع الفاتيكي سيد عبد الواسع يعني ما قلته في حديثك في البداية بأن هناك يعني ثقل كبير على رب الأسرة مع قدوم هذا الشهر الكريم خصوصا وأنه في كل عام هناك الكثير من المتطلبات لهذا الشهر الفضيل يعني تكون على عاتق رب الأسرة توفيرها اليوم هل يمكن القول أن شهر رمضان أصبح عبءا اقتصاديا ومعيشيا على المواطنين بالرغم من جماله الروحاني بالفعل يمكن القول بأن رمضان بالنسبة لليمنين في ظل هذه الظروف والمأساوية والمزرية والصعبة يعتبر ضيف غير خفيف الضل أو ضيف ثقيل نتيجة المتطلبات الاقتصادية والمعيشية التي صارت بمثابة الأشياء الضرورية بالنسبة لليمنية الأسر اعتادت على هذه الأشياء خاصة في شهر رمضان المبارك سواء بالنسبة لتوفير المواد الغذائية اللازمة للأسرة أو للسفرة اليمنية بالذات التي تميزت بكثير من الأقلات الشعبية وأيضا الحلويات وما إلى ذلك إضافة إلى المواد الضرورية بالنسبة للمنزلية بالنسبة لأدوات المطبخ بالنسبة للأسات وغير ذلك إضافة إلى المصاريف الزائدة التي تطلبها الأطفال إضافة إلى أن لا ننسى بأن هناك قبل انتهاء شهر رمضان المبارك وهناك أعباء إضافية تضاف إلى كاهل الأسرة المتمثلة أيضا بملابس العيد وبالعيدية وما إلى ذلك وبالتالي أمام هذه المنظومة العديدة من المتطلبات الاقتصادية في ظل تدني القدرة الشرائية بالنسبة للمواطن اليمني وفي ظل أيضا انعدام الرواتب في ظل أيضا البطالة في ظل الفاقر في ظل وضع اقتصادي قاتم وفي ظل أيضا عدم موجود حلول ولو جزئية بالنسبة لهذه الأمور ينظر اليمنيون إلى قدوم شهر رمضان المبارك بأنه عبء ثقيل عليهم وتعتبر هذه الفترة فترة طوارئ تحتاج من الأسر اليمنية إلى التقشف بعض الأسر اليمنية تستدين أموال لتلبي متطلبات الأطفال وبعض الأسر اليمنية سيد عبد الواسع بحسب الدخرات الحالة تضطر لبيعها وبعض الأسر للأسف الشديد تضطر سيد عبد الواسع تأخذ المساعدات من المغتربين بالفعل لديها مغترب في الحالة بحسب تقارير حقوقية بأن ظروف الحرب إلى جانب أيضا التدهور الاقتصادي الموجود والتدهور في الجانب الإنساني أدى هذا الأمر أيضا إلى تراجع مستوى التعاطف المجتمعي وذلك نتيجة قلة الحيلة الاقتصادية فبهذا الأمر تحول الكثير منهم ميسورين في الفترات السابقة تحول اليوم إلى فقراء كيف تعلق على ذلك صحيح الحرب عكست الهرم الاجتماعي للمجتمع وعكست الهرم الاقتصادي دمرت كثير من الفرص العمل بالنسبة لأرباب المنشآت الصغيرة أو حتى المتوسطة جمدت العمل في بعض المؤسسات الإنتاجية إضافة إلى أن هناك كثير من أصحاب المشاريع استغنوا عن الأيدي العاملة وحتى الذين يعملون بالأقر اليوم نلاحظ أن هناك ضآلة في قيمة الراتب لأنه نتيجة التدهور المريع للعملة الوطنية وهذا يجعل أن ما يتقاض من أقر اليوم يعتبر بالنسبة للقدرة الشرية ضئيل جدا وبالتالي نلاحظ أن الحرب رمت إضافة إلى الفساد المستشري في أجهزة الدولة رمت بكثير ممن كانوا في الطبقة المتوسطة إلى الطبقة المتدنية والذين كانوا محسوبون على أنهم تحت خط الفقر باتوا في خط أسفل وأدنى من خط الفقر ولا سيما الطبقة التي كانت أيضا متوسطة وهي طبقة الموظفين أصبحت الآن تعاني من صعوبة بالغة وكبيرة في توفير المتطلبات الأساسية فضلا على الأشياء الأخرى التي تحتاجها مثل هذه المواسم في موسم رمضان أو في موسم الأعياد وبالتالي هناك حتى قلة وضآلة لمساحة التكافل الاجتماعي أصبح كثير حتى ممن لديه قليل من المال أو ميسور نوعا ما أصبح يخشى من التقلبات الاقتصادية وبالتالي مساحة التحرك وبالنسبة لمساعدة بعض أقرباء للصدقات أو غير ذلك أو التبرع ببعض الأموال للجمعيات الخارية تبقى ضئيلة جدا وبالتالي هناك تضييق على رؤوس الأموال تضييق على أيضا الموظفين بالنسبة لتأخذ رواتبهم وبالنسبة أيضا حتى الذين استللوا نقصد الرواتب فيعتبروا أيضا بالنسبة من نتيجة التدهور العملة الوطنية يعتبروا في خطر داهم ولا يستطيع أن يوفر للأسرة الحياة الكريمة وبالتالي نحن أمام وضع مجري للغاية ووضع قاتم ونقد أن حتى الميسورين يعتبروا معدودين على العصابع ومن يريد أن يتبرع بالمال يدخل في باب المفاضلة وباب يعني تفاوة الخيارات بين أقرباء وبين الآخرين وبالتالي وبالتالي حتى الذي يتبرع يعني لا يتسع تبرعه أو لا يمتد ليشمل أعداد أخرى أو أفراد آخرين وضحة تصور إبقى معي سيد عبد الواسع وبالتالي نراحظ بأنه القالب الخيري قال وحتى الجمعيات الخيرية حصلت تدخل سنعود لنقاش الجانب الخيري والجمعيات إبقى معي سيد عبد الواسع الفاتكي سأعود إليك أذهب إلى ضيفي مرة أخرى سيد سليم خالد وهو سؤالي هنا فيما يتعلق بالمعلمين سيد سليم أو العمال عفوا يعني بحسب الكثير من التقارير تقول هذه التقارير أنه بمجرد اندلاع الحرب توقفت الكثير من الأعمال والوظائف وانقلبت حياة الناس رأسا على عقب كيف أثر هذا الوضع على العمال والموظفين لو تكرمت عيد السؤال الصوت مش واضح يعني كنت قد سألتك كيف هو فيما يتعلق بأوضاع العمال والموظفين تسمعوني الآن أسمعك الآن تمام جيدا فيما يتعلق بالعمال والموظفين هناك الكثير من التقارير تتحدث في أنه منذ اندلاع الحرب توقفت الكثير من الأعمال والوظائف ويعني انقلبت حياة الكثير من الناس رأسا على عقب كيف أصبحت حياة النأس العمال والموظفين هنا بالتحديد في ظل هذا الوضع وهذا التأثير الذي خلفته الحرب نعم حقيقة هذا الموضوع يعني هي تمثل مشكلة إضافية أو مشكلة ناتجة عن الحرب واحدة من التبعات التي خلفتها الحرب انقطاع الرواتب عن موظفية الدولة الذي يمثل أصلا 33% يعني من السكان أو بمعنى آخر أن الراتب لموظفية الدولة يمنح تقريبا 33% من السكان وهو عدد كبير بمعنى أنه ثلث السكان يعتمد على المرتبات التي يتقاضاها من الدولة وانقطاع هذه الرواتب لمدة 9 سنوات حتى الآن مثلت إشكالية كبيرة وفاقمة الأزمة الاقتصادية هذا أيضا ألقى بظلاله على بقية الفئات ومنها فئات العمال التي تعمل بالأجر اليومي أو في القطاع الخاص بدون شك أنه ألقى بظلاله على هذه الفئات وبالتالي أحدث إشكالية كبيرة في قضية في قضية الحصول على العمال وتوفر الفرص العمل كثير أيضا من المشاريع الاستثمارية سواء كانت الصغيرة أو المتوسطة أيضا لم تجد الفرص المناسبة مع الحرب بالذات مع ارتفاع تكاليف الناقل مع ارتفاع تكاليف الوقود مع انقطاع الطرق وبالتالي هذا أثر بشكل كبير على قضية الحركة العامل في اليمن لا يعمل في منطقته التي يسكن فيها مع أسرته نحن نعرف من فترة طويلة أو من زمن طويل اليمني أو العامل ينتقل إلما من الريف أو من مدينة إلى أخرى بحثا عن فرصة العمل وبالتالي هذا الانتقال مع وضع الحرب مع تقطع الطرق مع انخفاض العملة أيضا مع تفاوت السعر ما بين صنعاء وعدن أو صنعاء ومأرب أو صنعاء وتعز في الداخل هذا التفاوت أيضا أثر بشكل كبير على العامل وعلى نفسيته يدخل أن تعامل يشتغل في مناطق عدن أو المناطق المحررة بمبلغ معين وإذا يراد أن يحول هذا المبلغ إلى أسرته مثلا في في مناطق سيطرة جماعة الحوثي تصل إلى ثلثة المبلغ وهو مبلغ يعتبر زهيد جدا يعني الآن الجماعة الحوثي يصرفون نصف راتب تقريبا الأسبوع الماضي وهو زهيد جدا وفوق هذا يصرف بالعملة المتهالكة يفقد حتى سيد سليم هنا أيضا نقطة يعني عفوا ولو قاطعتك فيما يتعلق بالمرتبات يعني مناطق الحكومة الشرعية وإن كانت الرواتب فيها مستقرة لفترات لكن الكثير من الناس من يتقضون هذه المرتبات يتحدثون بأن هذه المرتبات لو تم صرفها فقط على الماء والخبز لن تكفي للشهر بأكمله فقط نحن نتحدث عن ماء وخبز هذا هو حال الموظف في مناطق الدولة ومناطق السلطة الشرعية في مناطق سيطرة هذه الميليشيات يعني تمر شهور متعددة بانقطاع هذه المرتبات ويأتي إلى قبل رمضان أو لأي مناسبة وقام بصرف نصف راتب كيف يعيش الناس على هذا الواقع الحقيقة يعني أن هناك معجزة فعلا كما ذكرت أن ما يصرف كرواتب لموظفية الدولة في مناطق الحكومة المعترف بها أو في مناطق الشرعية يعني مبلغ أيضا زهيب يعني زاد فقد هذا الراتب قيمته أيضا مع تدهور العملة وارتفاع السعار الدولار والسعودي يضف إلى ذلك أن أيضا الحكومة الشرعية تقريبا إلى الآن ثلاثة إلى أربعة أشهر لم تصرف رواتب المدرسين وقطاع كبير من المدنيين وقطاع كبير أيضا من العسكريين وهذه أيضا مثلت إشكالية أخرى وأضافت إلى الوضع الاقتصادي والمعيش للمواطن أزمة أخرى الحقيقة أن الوضع يزدد يعني يتفاقم ويزدد سوء بالنسبة للحالة المعيشية للمواطن العادي الذي يشعر فعلا بأنه في حالة انسداد لا يدري كيف يجد الحلول كيف يتعامل مع كثير من المتغيرات الآن يأتي شهر رمضان يعني وشهر رمضان يعتبر فرحة ومناسبة مبهجة لكثير من الناس لكن الوضع الاقتصادي والمعيشي فيسبال النازحين أيضا موسم الأمطار ومع الحالة المعيشية هذه يمثل أيضا تحدي وأزمة إضافية إلى أزماتهم الاقتصادية الحقيقة أن الوضع يعني لدى المواطن العادي يعني مهما كان هناك من أمل إلا أن الانسداد موجود من جميع الاتجاهات وللأسف وضحت صورة يبقى معي سيد سليم أعود لضيفي السيد حسام السعيدي المحلل الاقتصادي سيد حسام كنا قد تحدثنا عن جانب التدهور الاقتصادي ويعني انهيار العملة وارتفاع غير مسبوق للأسعار هذا جانب لكن الجانب الآخر أيضا الذي ألقى بظلاله وأضاف عب آخر على الكثير من الناس في اليمن هو تقليص المساعدات الإنسانية يعني هذا التقليص الذي حصل أضاف عب إضافي على الكثير من الناس الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه المساعدات أيضا في الجانب آخر الجمعيات الخيرية التي تقدم مساعدات للناس أيضا هذه الجمعيات تأثرت وبات ملاحظ في الفترة الأخيرة أن ما تقدمه للناس من دعم انخفض بشكل كبير نعم في البداية بالنسبة لدينا الآن تقريبا اقتصادين منفصلين في البلاد على الأسف في مناطق سيطرة الحوثيين لدينا أكثر من ثلاثة مليون شخص يعتمدون اعتماد مباشر على المساعدات ولديهم إشكالات مع برنامج الغذاء أولا هناك نقص في التمويل بسبب تحول الحرب إلى حرب طويلة أو منسية وأيضا تعنت من جانب الحوثيين فيما يخص توزيع القذاء المشكلة ليست فقط في جانب توزيع المساعدات والقذاء ولكن أيضا في محاورة فرض هذه السياسة مركزية حوثية تعتمد على توزيع المساعدات فقط للموالي لها بدرجة أساسية وأيضا إلى جانب موضوع المساعدات هناك أيضا الزكا حاليا والجبايات المتعلقة أيضا جبايات مختلفة يتم فرضها ويتم ربط كثير من الخدمات يعني هي ليست خدمات ولكن حتى مثلا على مستوى الغاز الطبيعي مثلا بمدى دفع المواطن لليتاوات بشكل ولذلك الحقيقة المسألة معقدة في مناطق سيطرة الحدي لأنه الناس تعتمد بشكل أساسي على المساعدات لا يوجد انتظام للمرتبات لا يوجد أيضا مصادر دخل حقيقية معظم السيولة القادمة لمناطق سيطرة الحدي هي قادمة من الخارج سواء من المطربين في خارج البلاد أو من مناطق أخرى يعملون مصادر الأعمال ضئيلة ومنخفضة بالتالي حتى إذا كانت الأسعار أو أسعار الصرف تبدو أقل لكنها في الواقع لا تعكس الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن بالفعل سيد حسام هناك إضافة فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة ما يحصل في البحر الأخمر هناك تقرير أخير صادر عن البنك الدولي في شهر مارس في تاريخ 21 تحديدا هذا التقدير يقول أنه يقول بأن الأزمة الاقتصادية تفاقمت بشكل كبير بسبب اضطراب حركة التجارة وأيضا جراء صراعات البحر الأحمر والنقص الحاد في الإمدادات ما تعليقك نعم ومن أجل أن ننظر إلى الصورة يجب أن ننظر إلى الأرقام بشكل عام العبور حركة التجارة انخفض بنحو 80% هذا يعني طبعا مع ذلك في شهر يناير مقارنا بشهر ديسمبر هناك ارتفاع في حجم الصادرات في اليمن معروف لماذا لأنه بسبب استعدادات لشهر رمضان وهي كانت أيضا دفاعات سابقة لكن ممكن في الأيام القادمة أو في الشهور القادمة ينخفض هذا العام السبب الأساسي هو احتمال تعرض سلاسل التوريد إلى اليمن الخاضر بمعنى أنه إذا رأينا أن هناك 80% من حركة التجارة كانت تمر عبر البحر الأحمر يوميا نحو 500 ألف حاوية حاليا تمر أقل من 200 ألف حاوية والعدد في تناقص مستقبل لذلك إذا تحدثنا أن مصدر الغذاء لن يكون هناك إشكالية في حصول على الغذاء من الخارج لكن هناك مشكلة في كيفية نقل هذا الغذاء في تقارير مثلا تحدثنا أنه في زيادة في شهر يناير في حجم الواردات حسب التقارير الدولية المنشورة لكن أيضا بمقارنة بمعدل سنوي هناك انخفاض بنحو 17% لكن بالمقابل هناك انخفاض أيضا في واردات الوقود والوقود نعرف هو مهم وأساس جدا في عملية نقل القذاب الداخل إلى أي مدى تأثر سيد حسام أحداث البحر الأحمر فيما يتعلق بالداخل اليمني والواردات والأمور المرتبطة بهذه الأحداث إلى أي مدى أثرت حتى الآن بالضبط هذا ما أقول بأنه لم يكن هناك حدث مباشرة وأثر مباشرة الأثر الأساسية يعني ليس هناك حضر على الواردات إلى اليمن المشكلة الأساسية هي في ارتفاع أسعار التامين وارتفاع إمكانية أو ليس هناك لكن بحسب معلوماتك أن التدفق السلع ما زال يمضي بشكل طبيعي ما زال مستمر لكن كل التوقعات تتحدث أن هناك مشاكل قادمة إذا استمر الوضع على ما هو عليه حاليا أساس الإشكالي هي في سلاسل التوريد نفسها بمعنى أنه إذا كانت تاجر الذهاب يحصل على حاويات أو على ناقلات بشكل سهل في السابق لأن لا يحصل عليها لأن تكاليف التأمين المرتفعة يعني المسألة ليس هناك حضر على الاستيراد السلاع والغذاء إلى اليمن ولكن الأخطار الجيوسياسي هي التي تدثر على ذلك وبالتالي نتوقع أنه إذا استمر هذا الحال بأن السعار ستذهب إلى الارتفاع والوقود بالدرجة أساسية سيرتفع ومن ثم الغذاء أيضا الصورة العامة حتى الآن انخفاض حركة التجارة بشكل كبير لكن على مستوى الغذاء ليس كثيرا يعني على مستوى الواردات بشكل عام هناك انخفاض كبير لكن على مستوى الغذاء بدرجة أساسية كانت هناك عقود سابقة مضت كما هي ارتفع على التكاليف التي تأمينت عليها لكن مع ذلك حتى الآن وفقا للأرقام التي بين يديها ليس هناك ارتفاع كبير في تكلفة الغذاء في الداخل يعود مصدره إلى الأحداث في البحر الأحمر ولكن بسبب تراجع العملة إما تراجع العملة أو ارتفاع واردة الوقود من جهة أخرى لا يمكن أن نقول بأنه لن يكون هناك أثر كما ذكرت أنه سلاسلة توريد نحن نتحدث عن سلاسلة توريد سلاسلة توريد محلية وسلاسلة توريد دولية سلاسلة توريد الدولية التي تنطلق مثلا نتحدث عن بضاء أو عن غذاء قادم من دولة هناك بحاجة إلى أولا إلى توفير سلة غذاء عفوا إلى توفير الحاوية إلى توفير الناقلة إلى توفير التأمين المرتفع عليها أيضا قبل ذلك إلى تحديد أين يمكن أن تصل هذه الحاوية لأنه هناك إشكالات سياسية مختلفة هل ينعكس هذا الأمر على الغذاء وعلى الوضع الاقتصادي بالطبع اليمن أصبحت الآن أولا دولة يصعبش وجود شركات تسير الشحنة إذا يخبرش كل سهل وتلي ارتفاع الأسعار في المستقبل هذا أمر أكيد يعني لا يحتر إلى تنبؤ لأنه أمر طبيعي في سياق الإجراءات الحالية حاليا والتالي نتوقع أنه إذا استمر هذا الوضع أولا على مستوى على مستوى سلاسل التوريدين احتمال انقطاع سلاسل التوريد إلى اليمن ارتفاع أسعار الوقود والقذاء وأيضا إمكانية بقاء وعسكرة الأجواء أو عفوا البحار اليمنية إلى فترة طويلة وبالتالي بقاء المخاطر الجيوسياسية وأيضا هناك مخاطر أخرى تعرفونها مخاطر البيئية مخاطر السهدف السفن مخاطر الأثر على الصيادين كل هذه الإشكالات مرتفعة وضعت الصورة ابطمعي سيد حسام سأعود إليك سيد حسام أذهب الآن إلى ضيفنا وهنا سنتحدث قليلا عن موضوع الطرق سيد عبد الواسع يعني كان الناس قد أصيبوا بخيبة أمل خلال الأيام الماضية بعدما يعني تواردت كثير من الأنباء بأن هناك يعني القرب أو الاقتراب من اتفاق في هذا الجانب اليوم مع قدوم الشهر الكريم عاد الأمل لدى الناس يعني هل تعتقد بأن شهر رمضان سيكون مفتاحا لبادرة جديدة للتخفيف من معاناة الناس في الطرقات ويعني هذا الشهر الكريم سيكون نقطة التقاء لدى الطرفين في حال هذه المشكلة نتمنى بأن يكون شهر رمضان المبارك موسم لتصفية النفوس وأن يتم الموافق على فتح الطرق والعقدة معروفة ومعروف من هو الطرف المعرقل المتمثل بالميليشيات الحوثية نأمل أن تتراجع في مواقفها وأن توافق على فتح الطرق باعتبارها قضية إنسانية لا تحتاج إلى هذا الوقت الطويل من الحوار أو من التفاوض كان معروف على اليمنين سابقا بأنه في وقت قبل الحرب وفي وقت المرمى كانت طبيعية بأنه تشهد حركة تنقلات كبيرة جدا بين المدن وخاصة في موسم الشهر الفضيل تكثر الزيارات الأقارب زيارات الأهل ولذلك نلاحظ بأن هناك حركة مرورية وحركة تنقلات وسفر بين المحافظات اليمنية وبين المدن اليمنية هذه المظاهر لم تعد والآن موجودة وهناك تصميم من الميليشيات الحوثية على زيادة معاناة اليمنين وعلى التعنت في مسألة الطرقات وعلى رفض أي مقترحات رغم أن الحكومة الشرعية وهناك مبادرات من الحكومة الشرعية هناك مبادرات محلية قدمت كثير من الحلول وكثير من المقترحات لكن الميليشيات أعتقد من وجهة نظري وبناء على قراءتنا لسئلكها وتصرفاتها لن تستقيب لهذه المبادرات وهذه المقترحات إذا كانت هذه الميليشيات قد اعتدت سابقا على الحرومات اعتدت على المساجد حولت بعض المساجد إلى أماكن لمضغلقات وبالتالي أن لها أن تستقيب لفتح الطرقات هي لا تكترث لأي موسم ديني أو أي مناسبة وطنية ولا يمكن أن تقدم أي تنازلات وبالتالي نسبة التفاعل ونسبة الأمل منخفضة جدا سيد عبد الواسع نأتي للحديث هنا على نقطة أخرى لا يمكن أن تفتح الطرقات إلا بفعل عسكري ناجز من قبل الجيش الوطني ومن قبل الحكومة الشرعية بالفعل هذا هو الحل لكن فيما يتعلق سيد عبد الواسع بمشكلة أخرى يواجهها الناس وهي مشكلة حاصلة في الكثير من المحافظات اليمنية تعز أيضا على وجه الخصوص هي مسألة الغاز المنزلي يعني وجدنا الناس في الكثير من المناطق لجأوا للأسف لاستخدام الحطب وهذا أعاد الوضع عقود إلى الوراء بالتالي ما هو الوضع هذا العام مع قدوم شهر رمضان بالنسبة لمحافظة تعز هذا العام لا يوجد أزمة خانقة بالنسبة للغاز المنزلي كانت توجد سابقا لكن نلاحظ بأن الأزمة تأتي بين الفينة والأخرى وخاصة في موسم شهر رمضان المبارك أو في موسم الأعياد لأن هناك طلب متزايد على الغاز وبالتالي نلاحظ أن هناك احتكار من بعض تقار الغاز ومن بعض أصحاب المعارض لا سيما في ظل عدم موجود رقابة لسوق الغاز وهذه الظاهرة موجودة في أرياف المدينة في أرياف مدينة التعز في المدينة لا توجد أزمة في المقتل الحالي وفي بعض المحافظات هناك تقطعات لقاطرات الغاز في بعض المحافظات وبالتالي مقرد ما يعلن عن تقطع هنا وهناك للاحظ بأنه سرعان ما تقفز أسعار الغاز أو يتم إخفاؤها ويتم المتاقرة بها في السوق السوداء سيد عبد الروس نقطة أخيرة هنا فيما يتعلق بالشرعية هل لديها حلول برأيك بالإمكان القيام بها لوقف المجاعة التي بدأت تتشكل في الفترة الأخيرة عفوا لما اسمع سعالك بشكل واضح فيما يتعلق بالشرعية هل من إجراءات بالإمكان القيام بها لتدارك الوضع وإيقاف حالة المجاعة التي بدأت تتشكل في الكثير من المناطق في اليمن فهمت من سؤالك بأن الشرعية والإقراءات المطلوب منها هذا حسب ما فهمته الشرعية وواجب عليها إقراءات تتعلق في المرحلة الراهنة بوقف تدهور العملة الوطنية وبيقاد معالقات اقتصادية عالية عاقلة في هذا القالب ببط سيطرة الحكومة الشرعية البلك المركزي على السوق الصرف والأخذ على أيدي المضاربين في الأسواق وعدم ترك المواطن تحت رحمة شركات الصرافة أيضا إلى توفير الخدمات كخدمات الكهرباء والماء أيضا إلى صرف المرتبات أيضا إلى تصدير الغاز والنفط وتفعيل الموارد السيادية إعادة تشغيل مصفات عدن يعني تحسين الموارد الدولة وبالتالي إذا لم تكن هناك مصفوفات تقوم بها الحكومة الشرعية محاربة الفساد وتوحيد الأوعية الإرادية ووضع خطة عاقلة على الأقل لوقف تدهور العملة الوطنية وضمان صرف المرتبات تعتقد بأن الوضع الاقتصادي مرشح لمزيد من التدهور وهذا سينعكس على الوضع الإنساني الذي وصل إلى درجة لا يمكن أن يتحمل وضعت تصورة سيد عبد الواسع أعود لضيفي سيد سليم خالد وهو هنا فيما يتعلق بالوضع الإنساني أنت وكونك متواجد حاليا سيد خالد في محافظة مأرب وأيضا ما صرحت به الكثير من المنظمات الدولية بابطرارها لتقليص المساعدات والدعم الذي يقدم إلى الناس أيضا ما هو ملفت في الفترة الأخيرة الجهات المانحة والجمعيات الخيرية تقلص أداءها بشكل كبير بسبب هذا الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد ضعنا في صورة الوضع في مأرب في هذا الجانب يعني أنتم كما تعلمون محافظة مأرب تضم أكبر عدد للنازحين في الجمهورية اليمنية فإذا كان عدد النازحين بحسب تقديرات منظمات الأمم المتحدة يصل إلى أربعة مليون نازح داخل اليمن فمحافظة مأرب نصيبها من هذا العدد فيما يقارب سبعين في المئة من النازحين يتواجد في مأرب قرابة ثلاثة مليون من اثنين ونص إلى ثلاثة مليون نازح النازحين في مأرب ليسوا بأفضل حالا من غيرهم في بقية المناطق تقلصت كثير من المساعدات الإنسانية لأسباب مختلفة حتى مؤتمر المانحين الذي عقد العام الماضي كان سقفه أو في بداية العام الماضي نعم بداية العام الماضي كان سقفه التمويلي أربعة مليون وفي الأخير لم يتحصل البعاء مليار دولار ولم يتحصل إلا على مليار وستمائة مليون تقريبا بالإضافة إلى ذلك الوضع الداخلي وما حصل في البحر الأحمر وانعكاساته أيضا على وصول الغذاء إلى اليمن هناك تصريحات لوزارة التجارة والصناعة بأنه ربما يكون المخزون من الغذاء لا يكفي إلى نهاية شهر رمضان قد يكفي وقد لا يكفي وتقارير أخرى تشير إلى أن اليمن قد تدخل في أزمة أمن غذائي مع نهاية يونيو القادم يعني عدم وصول الغذاء إلى الموانئ وإلى المنافذ البرية والبحرية في اليمن خصوصا البحرية بعدما حصل في البحر الأحمر معنى هذا يتجه الآن إلى الصرف من المخزون المخزون أيضا لا يكفي بالشكل الكافي هذا ينعكس بدون شك على وضع النازحين يعني الذي يعتمدوا بشكل أساسي بشكل أساسي يعتمدوا على المساعدات الإنسانية لا يوجد لديهم أي مصادر دخل وإذا كانت مصادر دخل فهي ثانوية جدا وضحت الصورة وأيضا زهيدة أقلها يكون بالأجر اليومي وضحت الصورة أبقى معي أذهب لضيف سيد حسام السعيدي وبسؤال أخير سيد حسام فيما يتعلق بمنظمات الأمم المتحدة والجهات الماننحة نتذكر أنه في العام الماضي تقدمت الأمم المتحدة بطلب أربعة مليارات وثلاثمائة مليون دولار لتقديم الاستجابة الإنسانية في اليمن ما تم نهاية شهر فبراير من العام الماضي هو تقديم فقط مليار ومئتين مليون دولار هذا المبلغ قليل للغاية وبالتالي لجأت المنظمات إلى تقليص المساعدات بشكل كبير أيضا هذا العام نحن في الشهر الثالث لم نسمع عن أي مؤتمر للمانحين لتقديم الدعم نعم في تقرير حديث جدا صدرته للمظامات الدولية أتحدث عن سقف تمويل مرتفع لكن المصادر التوقعة لتمويل الاحتياجات الإنسانية في اليمن مع الأسف ضئيلة وتتضال باستمرار بسبب أولا تحول اليمن كما ذكرنا سابقا إلى حرب منسية أو حرب اليمن إلى حرب منسية طويلة نحن نعرف أن هناك دول عاشت هكذا وبعض والتالي كانت حاجة مساعدة لديها منخفض أيضا أيضا إلى ظهور أحداث أخرى في المنطقة سواء في أوكرانيا أولا ثم في غزة حاليا ومناطق مختلفة أخرى هذا الأمر يؤدي إلى انحراف أنظار العالم إلى مناطق أخرى نعم إذن يجب علينا أن ندرك أولا كيمانيين بأنه لا يمكن أن نبقى عالى على العالم بشكل استمر وابعة الصورة وأنه إذا لم نقوم بحل مشاكلنا بشكل أساسي فإن العالم سينسانق نهاية المطاف وسنجد أنفسنا جوعة أشكرك جزيلا شكر في نهاية هذه الحلقة أسأل الباحث في شؤون الاقتصادية سيد حسام السعيد كنت معنا عبدالسكايب شكرا جزيلا لك والشكر أيضا لضيوفي سيد عبدالواسع الفاتكي صحفي يمني كان معنا من تعز عبدالقمار الصناعية والشكر أيضا لمدير مركز قرار لأدراسة الإنسانية كان معنا من مارب السيد سليم خالد وفي الختام أيضا الشكر لكم أنتم مشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة وتقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميلة صفا عصام وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل وشهركم مبارك وكل عام وأنتم بخير في أمان الله